في إطار قرارها القاضي بخفض التزامها النووي بدأت إيران عمليا زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل لم تكن قد مضى سوى ساعة على إعلان روحاني الأسبوع الماضي تعليق جزء من تعهدات بلاده في الاتفاق النووي حتى اعتبرت أمريكا القرار غامضة لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لإيران التي كشفت تفاصيل إجرائها الجديد بل وما ستقدم عليه بعد أقل من ستين يوما ما لم تنفذ أوروبا وعودها هي الأخرى موقف أعاد ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا إلى الواجهة من جديد الإيرانيون لا يدخلون مفاوضات من أجل الخسارة والإدارة الأمريكية الراهنة يبدو أنها غير مهتمة بإجراء مفاوضات على أساس رابح رابح ولو أرادوا ذلك فعليهم التراجع عن بعض سياساتهم تصير إيران إذن على عدم التفاوض مع أمريكا إلا إذا غيرت الأخيرة نهجها المعادي وهذا لا يبدو أنه سيتحقق في الأفق القريب في ظل التصعيد الأمريكي بعد إرسال قطع حربية جديدة إلى المنطقة الأمر الذي لا يرى فيه المسؤولون الإيرانيون سوى حرب نفسية لمزيد من الضغوط وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات فليثبت ترامب التزامه بالاتفاق النووي أولا قبل دعوة إيران إلى الحوار نحن أهل الحوار ولو لم نكن كذلك لما توصلنا إلى الاتفاق النووي نعم سنتفاوض إذا التزم ترامب بالاتفاق لا ترى إيران حربا ولا تفاوضا مع أمريكا في الظروف الرهنة ما يشير إلى أن الأمور قد تراوح مكانها مع مزيد من التصعيد السياسي والاقتصادي والحرب النفسية عملت إيران منذ التوصل إلى الاتفاق النووي على توثيق تعاونها مع الدول الأوروبية وتوفير بدائلة إذا خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق والحفاظ على المكتسبات الرهان هذا يبدو أنه أوشك على الانتهاء بعد أقل من شهرين ستتضح ملامح مستقبل العلاقة بين إيران وأوروبا أحمد البحراني طهران الميادين